اهلا مشاهدين من جديد وإلى آخر مواضي أمسياتنا لليوم فقد شهدت إمارة الشارقة في دولة الإمارات في شهر مايو لهذا العام افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط إذ ستنتج كميات من الكهرباء تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالتيار حيث تعد المحطة الجديدة إنجازا مهما للدولة ولإمارة الشارقة خصوصا في القطاع البيئي ودعم الاقتصاد المستدام في هذه الفقرة في برنامج أماسي سوف نسلط الضوء على السواعد الإماراتية التي كانت حاضرة وساهمت في بناء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة لذلك دعوني أرحب بضيوفي أستاذ علي عبد الرحمن النقبي مدير تنفيذ محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة وحليم عمر السلامي مهندس مشاريع في بيئة حياكم الله ونورتنا اليوم في برنامج أماسي نفخر في مثل هذه السواعد الإماراتية وكونها كذلك المرأة الإماراتية هنا يتوقف الكلام قبل فترة تقريبا احتفلنا بيوم المرأة الإماراتية واليوم نرى على أرض الواقع هناك سواعد إماراتية ساهمت في أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة يعني أستاذ علي يمكن الحديث هنا يتوقف أمام هذه السواع التي حولت مثل ما ذكرت لي قبل الهواء هذه فكرة طرحت من قبل الحكومة الله يحفظهم يا رب لكن سواعد الإماراتية التي عملت وبدلت كل الجهد حتى نراها على أرض الواقع نود أن نعود بالذكريات إلى هذه الفكرة التي بدأت منذ فكرة حتى رأيناها على أرض الواقع من خلال هذه المحطة نعم في البداية يعني محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة يعني هي أول محطة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط أعلن عنها في 2018 ولكن الفكرة بدأت قبل ذلك تقريبا بثلاث أو أربع سنوات وكانت يعني نبعت الفكرة من احتياج واستراتيجية للدولة ومساعي لتحويل النفايات بعيدا عن المكبات جميل مهندسة حليمة اليوم نتحدث عن فكرة تحويل النفايات يمكن البعض أو يمكن حتى أن أكون منهم ما نعرف يعني كيف طريقة تحويل النفايات إلى طاقة نود التعرف كيف تنتج الكهرباء من هذا التحويل أيضا آليات التشغيل في هذه المحطة سيتم حرق النفايات الغير قابلة لعادة التدوير بحيث تنتج حرارة بدرجات عادية تمكن المياه من التبخر في المرجل الحراري وبالتالي توليد بخار يسهم بدوره في تشغيل توربين بخاري يقوم بتوليد الكهرباء وسيتم تجميع رماد القاع الناجم عن عملية الاحتراق لعادة استخراج المواد المعدنية والمكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في البناء وأعمال الطرق في الوقت الذي يجمع فيه الرماد المتطاير لمعالجته بشكل منفصل تبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربع وتقع فيه مجمع بيئة لإدارة النفايات حيث أن 24% من إجمال النفايات الواردة إلى مرفق استعادة المواد التابع لشركة التدوير ضمن مجموعة بيئة هي نفايات غير قابلة لإعادة التدوير وسيتم تحويلها إلى محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة جميل جدا مهندس عليم مهندس عليم تحدث اليوم أيضا عن أهمية مثل هذه المحطة ليس فقط على مستوى دولة إمارة الشارقة وإنما على مستوى الدولة لاحظ أن هذه المحطة يمكن تبدو الجهد كبير في تقصير أيضا الكهرباء هذا شيء مهم جدا وأنه يتحول من النفايات إلى الكهرباء هذا شيء جدا يتماشى مع وجهات الدولة أيضا في البيئة المستدامة وتحدث عن هذا الموضوع أيضا أستاذة نعم طبعا محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة كما ذكرت قبل قليل تدعم مساعد دولة في تحويل النفايات بعيدا عن المكبات وأيضا تدعم استراتيجية دولة الإمارات في الحد من الانبعاثات تستقبل المحطة 300 ألف طن من النفايات الغير قابلة لإعادة التدوير سنويا لتوليد 30 ميجا واط من الكهرباء منخفضة الكربون كما ذكرت سابقا طبعا هذه الكهرباء تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالإمارة بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى توفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي كنا نستخدمه لتوليد نفس الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك أيضا يمكن طبعا المشروع هذا إمارة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات بعيدا عن المكبات من 76% إلى 100% بالتالي تكون إمارة الشارقة أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تحول جميع النفايات بعيدا عن المكبات بالإضافة إلى ذلك أيضا تساهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 450 ألف طن في السنة وطبعا هذا يدعم أيضا استراتيجية دولة الإمارات في الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 بالإضافة إلى أننا من فكرة المحطة نحول أو نولد الطاقة الكهربائية من النفايات التي غير قابلة لعادة التدوير تضم المحطة أيضا نظما لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك المياه وتستوفي وثيقة أفضل المعايير المتاحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال وطبعا بما أننا طبقنا هذه التقنيات في إمارة الشارقة بنجاح نستطيع أيضا تكرار هذه التجربة في مناطق أخرى في الدولة للحد من النفايات المحولة إلى المكبات جميل استاذة أو مهندسة علي يمكن هذه الفكرة وتنفيذها من قبل فريق العمل وكونش أيضا أنت مديرت هذا المشروع تحدث اليوم عن الأعضاء نفسهم وتواصلهم والتي من ضمنهم كانت أيضا مهندسة حليمة نود التعرف على هذه السواعد الإماراتية التي عملت بجهد حتى نرى هذه المحطة ذكرتي أرقام كثيرة يعني يمكن لم أحفظ أكثر من رقم لكن هذه الأرقام يمكن تعطينا ثقة أكثر في القادم إن شاء الله أن دولة الإمارات ستحد أيضا من هذه الملوثات التي يمكن نحن لا نراها بالعين لكنها قد لها آثار كبيرة على البيئة التي نعيش فيها تحدث عن هذا الموضوع أيضا وكيف كان فكرة العمل حتى نرى المهندسة حليبة في الأسوأ القادم إن شاء الله إن شاء الله طبعا وفرت لنا الدولة جميع التسهيلات اللازمة والدعم لإنجاز هذا المشروع الحيوي فكان للشباب الإماراتي فرصة بالمشاركة في صنع التاريخ كونهم ضمن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط طبعا يتكون الكادر من مجموعة من المهندسين والمهندسات الإماراتيين الحاصلين على شهادات وخبرات متنوعة مكنتهم المشاركة بشكل فعال في بناء هذه المحطة وبالنسبة لي كما ذكرت سابقا أنا أشغل مديرة تنفيذ المشروع أي أنني تابعت بشكل شخصي جميع مراحل تطوير المشروع على أرض الميدان منذ بدء المقاول بالعمل فكنت مسؤولة عن أعمام التصميم والتوريد والإنشاء أيضا كنت مسؤولة عن جودة المعدات وجودة أيضا الأجهزة المركبة في الموقع وكنت مسؤولة أيضا عن سلامة جميع العاملين في الموقع بالإضافة إلى حضور جميع الاجتماعات بجميع التخصصات التقنية والإدارية وأيضا تجهيز تقارير دورية لإدارة الشركة بتفاصيل سير العمل مهندسة حليمة ضمن أنت كتي من هذا الفريق الذي أسس ونفتخر فيه لكولنا هذه المحطة كيف كان شعورك وأنت يتم اختيارك ضمن هذا الفريق لإنجاز هذه المحطة يمكن هناك لحظات من الفخر وأيضا المسؤولية أخذت بعين الاعتبار حتى تنفذ أيضا هذه المحطة أكيد طبعا واجبي كمهندس للمشاريع إعداد وجدولة وتنسيق المشاريع الهندسية ومراقبة الجودة ومعايير الأداء والمواصفات المطلوبة للمشروع وأيضا التعاون والتواصل مع مدير المشروع والإدارات المختلفة لتقديم المساعدة والدعم الفني متابعة الإنجازات وتحديد مواعيد التسليم ولضمان ذلك كان علي أن أقوم بجولات يومية في الميدان للتحقق بنفسي من صحة التقارير اليومية لسير العمل وأود أن أخذ بالذكر زملائي ندى صندل وشم الطنيجي وعبيد الليم الذين كان لهم دور فعال في نجاح هذا المشروع الحيوي والأول من نوعه جميل يعني صراحة نوجه لهم كل التحية لكل الطاقم الذي يعمل على هذه المحطة مهندسة علي يمكن نود التعرف على المراح التي مررت بها حتى وصلتم إلى هذه المحطة ذكرتي أنت كنت تابعتي هذا الإنجاز تقريبا بداية أول ما يتم بناء هذه المحطة حتى لا نراها اليوم تعمل على أرض الواقع نود التعرف على بداية هذا المشروع وأنت ترين المشروع اليوم ينفذ أمامك كأول محطة على مستوى الدولة يمكن هذه مسؤولية كبيرة أخذت عليك كونك أنت أيضا مديرة تنفيذ هذا المشروع يمكن من خلال الحين اللقطات التي نتابعها هناك متابعة كذلك حثيثة من قبل نود التعرف على المراحل ثم نتطرق إن شاء الله إلى العمل نفسه نعم يعني بالطبع نحن في البداية عندما ذهبت للموقع وعينت هناك كمديرة التنفيذ أذكر أنني رأيت صحراء خالية أرض خالية وكان لابد من إنجاز رؤية وحلم في البداية أخذت على عاتقة أن هذه هي طبعا مسؤولية أوليت يعني أوليت لي من قبل طبعا الدولة ومن قبل طبعا صاحب السموشيخ الدكتور طلطان بالمحمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة فكان هذا حافز كبير بالنسبة لي وحمسني طبعا أن أنا أذهب للموقع بشكل يومي وأتابع بنفسي جميع التفاصيل يعني طبعا كمهندسة يعني طبعا درست مجال معين خاص بالمجال الذي اخترته لكن لم يكن لدي العلم بجميع التفاصيل فأخذت على عاتق أيضا أن أقرأ أكثر عن خلفية هذا المشروع وفكرة المشروع والتقنيات المتاحة ويعني طبعا وصلت لدرجة أن كنت أذهب للمكتبة وأستعير بعض الكتب لمساعدتي في إنجاز هذا المشروع فاليوم طبعا أفخر بأن هذه الصحراء أصبحت أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط وحققت طبعا أو ساهمت في تحقيق مساعي الدولة في كثير من الاستراتيجيات التي ذكاتها قبل قليل الحمد لله مهندسة حليمة يمكن التحدث حول هذه الثقة الكبيرة أيضا التي وجهت لكم يمكن يدل على تمييزكم أيضا نتحدث على هذه اللحظات أثناء بناء هذه المحطة كيف كانت عليك بما أن المهندسة التي تحدثت كونها هي مديرة المشروع أنت أيضا كنت من ضمن المهندسين المشرفين والذين يعتبرون حلقة وصل في إنجاح هذه المحطة تحدث كيف كان شعورت وأنت ترينها تبنى يوم عن يوم حتى حقق هذا الأمر على أرض الواقع اليوم شعوري كان الشعور بالفخر أنه كانت في البداية مكان المشروع صدق صحراء قاحلة يوم عن يوم كل ما ياهو تنبني إلى ما وصلت لأول مشروع حيوي ومحطة والأول من النوع في الشرق الأوسط جميل أستاذة أو مهندسة علي نتحدث أيضا عن طاقة من العمل كيف كانت علاقة ذكرتي أن كنت قبيل هذا المشروع كنت تقرأين وتثقفين نفس يمكن حتى كذلك الأعضاء المشاركين يجب أن تكون لهم بصمة أيضا يجب أن تكون لهم أيضا يمكن إيد واحدة التي تصفق نقول الأدي كلها تصفق وتتساعد وتعاون أيضا في إنجاح هذه المحطة تحدث عن هذه اللحظات وأيضا الفريق العمل الذي ساهم معك في إنجاح هذه المحطة طبعا فريق العمل نحن بدأنا بفريق صغير ولكن مع تطور مراحل المشروع ساهمت مجموعة بيئة وشركة أبوظبيل طاقة المستقبل مصدر وهما الذين أسسان طبعا أسسوا شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة بتزويدنا بالمهندسين والخبرات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الحيوي وكان من المهم جدا أن تكون من ضمن الخبرات هذه المهندسين طبعا خبرات إماراتية ومهندسين إماراتيين بعضهم خرجين من الجامعات لم تكن لهم خبرات سابقة ولكن خذنا على عاتقنا بأن المهندسين يجب عليهم تواجدهم في أرض الميدان على أرض الميدان والمشاركة بشكل فعال وحضور الاجتماعات وأيضا كنا نحثهم على طرح أي سؤال لم يكن هناك أي سؤال طبعا غلط أو عيب جميع الأسئلة كانت متاحة جميل مهندسة حليمة يمكن يتبادر في ذهني أو في ذهن أي واحد يتابعنا اليوم لماذا المهندسة حليمة اختارت هذا المجال تخصص بيه يمكن هذا المجال ليس فقط في الدولة الإمارات وإنما أيضا في العالم العالم تتجه إلى الاستدامة تتجه يمكن لتغيير أيضا طريقة العمل أو طريقة الحياة في كل دولة على حده يمكن الشابة الإماراتي أو الشابة لها حين أهمية كبيرة في اختيار التخصص في اختيار أيضا العمل الذي متاح الآن في الدولة تحدث عن هذا الموضوع أيضا مهندسة حليمة لطالما أولت قيادتنا الرشيدة اهتماما من قطع النظير بالشباب ووفرت لنا كافة السبل للارتقاء وسقل مهاراتنا سواء في مرحلة التعليم أو حتى في ميادين العمل وتكلل استثمار الدولة بنجاحنا في تطوير مشاريع عالمية المستوى بل في بعض الأحيان مشاريع متفردة على مستوى العالم ولقد كانت تجربتنا في هذا المشروع محفزة للشباب الإماراتي لإنجاز العديد من المشاريع الرياضية أخرى تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد ولا شك بأن محطة شارقة لتحويل نفايات إلى طاقة هي مجرد بداية سوف يتباهل عديد من المشاريع البارزة إن شاء الله مهندسة حليمة يمكن عفون علي أن أثر هذه المحطة أيضا على مستوى العالم ليس فقط على مستوى الدولة يمكن لها آثار إن شاء الله على المستقبل كونها أيضا تعتبرها المحطة ومثل ما ذكرتي هناك فرصة أيضا لإقامة محطات أخرى في أماكن الأخرى أو في المناطق الأخرى نتحدث عن هذا الأثر الكبير الذي سوف تحققه أيضا هذه المحطة إن شاء الله إن شاء الله طبعا يعني مثل ما ذكرت سابقا التكرار هذه التجربة في مناطق أخرى في الدولة يعني ممكن يوصلنا في يوم الأيام إن شاء الله إلى التحول الكامل للنفايات الغير قبل إعادة التدوير من المكبات إلى محطات تحويل النفايات إلى طاقة يعني الفكرة نفسها يعني نحن لا نعالج فقط مشكلة واحدة لا نعالج فقط مشكلة النفايات الغير قبل إعادة التدوير الذاهبة إلى المكبات بل نحن نستخدم الفكرة هذه في توليد طاقة كهربائية وتحسين كفاءة هذه المحطات بالإضافة إلى أيضا يعني تقليل استهلاك المياه في هذه المحطات فهذا طبعا يعني على مستوى الدولة بالإضافة إلى أيضا يعني توجد الكثير من المبادرات والاستراتيجيات التي يعني هذه المحطات تدعمها مثل خفض انبعاثة ثانيكسيد الكربون وأيضا توليد الطاقة الكهربائية بشكل مستدام عوضا عن استخدام الوقود الحفوري أو الغاز الطبيعي مهندسة حليم كانت تحدث أيضا عن دور الشباب نفسهم ومساعدتهم أيضا جنبا إلى الجنب مع الدولة في تحقيق الاستدامة وتحويل أيضا إلى الاقتصاد الأخضر نتحدث عن هذا الموضوع أيضا مهندسة كما ذكرنا تبذل دولة الإمارات منذ تأسيسها جهودا رائدة في تمكين ورعاية الشباب كونهم يمثلون مستقبلنا ومحور تطوير المجتمع والاقتصاد وقد أولت القيادة الرشيدة في الدولة اهتماما كبيرا نحو التحول للاقتصاد الأخضر حيث انعكس ذلك توجه بوضوح في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المحلي إلى 50% والخطة الوطنية للتغيير المناخي 2017-2050 لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات سواء في الداخل عبر تطوير العديد من المشاريع الضخمة في مجال الاستدامة أو دعم مشاريع الطاقة النظيفة خارج الدولة والاستثمار في تقنياتها المتطورة ومع توافر هذه الفرص حرصت دولة الإمارات على تمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لتمكنوا من ممارسة دورهم الحيوي في دعم جهود التنمية الوطنية من أجل بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة واليوم نرى شباب الإمارات يقودون تطوير مشاريع طاقة متجددة تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولتنا في قطاع الطاقة والاستدامة مهندسة علي لابد نقول أنه كانت صعوبات أو تحديات تمكن فريق العمل من تذليلها وأيضا إلى النجاح الذي وصلت له اليوم هذه المحطة نود أن تشاركينا بهذه الصعوبات التي تمكنكم أنت كونت مدير تنفيذ هذا المشروع وأيضا عضاء الفريق في هذا المشروع طبعا لا شك أننا واجهنا بعض الصعوبات وهو أمر طبيعي جدا في هذه المشاريع النوعية أذكر منها طبعا اختلاف بعض الآراء في التصاميم والمخططات الحفاظ على الجودة والإدارة موقع بأكثر من ثمانمائة عامل بل في بعض الأحيان بأكثر من ألف عامل بشكل يومي لم يكن بالمهمة السهلة والبسيطة ولكن طبعا أرجع أذكر أن الدعم الذي تلقيناه من الدولة و بالأخص الثقة التي أولاها لنا صاحب السمو وحاكم الشارقة يعني كانت حافز كبير جدا لتخطي هذه الصعاب لأن الثقة في أبناء وبنات الإمارات لبناء مشروع يعني هو يعتبر الأول من نوعه يعني هذا الأمر كان إلهام بالنسبة لنا في كل مرة واجهنا أي صعوبات في كل مرة طررنا فيها للعمل مثلا إلى أوقات متأخرة وفي عطل نهاية الأسبوع لإنجاز المشروع يعني بالإنتاجية المطلوبة أو يعني للصورة اللي نحن نشوفها اليوم يعني طبعا نحن كفريق أيضا لم نضيع أي فرصة للتعلم ويعني من الفرص المتاحة لنا مهما كانت طبعا يعني صعوبة وتحدي المهام الموكلة لنا وبالتالي طبعا يعني سنحت هذه الفرصة لنا باكتساب خبرات والمشاركة بشكل فعال في هذه التجربة النوعية وإنجاز المشروع بنجاح جميل مهندسة حليمة يمكن مثل ما ذكرت مهندسة علية أن هناك يعني دروس استفدتها أو يعني بعض الصعوبات اللي علمتكم بعض الخبرة نودت شاركيين بعض الدروس اللي استفدتها من خلال هذه المحطة وتنقليها أيضا لكل من يتابعنا اليوم حتى يستفيد من تجربتش أيضا في هذه المحطة من الدروس اللي استفدتها من خلال هذا المشروع اللي خلنا نقول الصبر وقت الشدة أكيد صادفتنا أيام نواجه صعوبة في تعب وإرهاق وكنا في الميدان تقريبا ساعات ممكن يكون يوميا ومرات يكون مثلا شبه مرة مثلا في الأسبوع بس كنا نواجه استراحة صعوبات لأنه على جونة هالفترة فكنا يوم نطلع وشي نشتغل تحت الشمس نسير نشوف التقارير اليومية اللي يكتبونها بحيث أنه إذا كانت صحيحة فكنا نواجه من هالنوع من الصعوبات ألاحظ كذاك مهن لسه حليم يعني من خلال هذه الصعوبات لكن وصلت إلى النجاح اللي أنت تتمنينه يعني شعورش أنت الحين وتتقدمين وتعرضين أيضا كونش عضو في هذا الفريق اللي ساهم في هذه المحطة يعطيش الثقة يمكن يعطيش التمييز أيضا في المرات القادمة لابد هناك يعني كل شخص في هذه الدنيا له طريق والطريق يكون فيه صعوبات لك الحمد لله بصبرك بتفاؤلك برياتش وصلتي لهذا الموضوع كيف كان شعورك وأنت تصلين إلى هذا النجاح أيضا نود النقلة تقريبا لكل من يتابعنا اليوم بما أن قلنا أن المشروع الأول من نوعه ومشروع حيوي في الشرق الأوسط والكل من مهندسين وناس يشتغلون في هذا العمل أكيد فخورين بهذا الشيء فشيء اللي وصلت له بعد عناء وكونش كذلك يعني بنت الإمارات ومثل ما ذكت في المقدمة المرأة الإماراتي لها بصمة كبيرة جدا ونلاحظ أن لك بصمة ولكم أنتوا كذلك المهندسة علي والمهندسة حليمة بصمة في المجال البي ويعطيكم العافية أعود لك كذلك المهندسة علي لابد هناك كانت مواقف طريفة حدثت معاكم لو تشاركيها معنا مع فريق العمل اللي كان في هذه المحطة التي عملت خلال هذه الفترة يمكن كان هناك مسؤولية كان هناك ثقة مثل ما ذكرتي عجبتني كلمة أن المهمة اللي أعطاني إياها صاحب السمو حاكم الشارقة وضعناها في عين الاعتبار ووضعنا أمامنا النجاح والتميز وإن شاء الله حصلتوا على هذا التمييز نتحدث عن هذه المواقف السابقة طبعا من المواقف الطريفة مثل ما ذكرت الأخت حليمة أنه في البداية بالأخص في البداية كان لازم نقوم بأعمال الحفريات صحيح ويمكننا نروح الموقع لم نكن نستطيع حتى نتحرك في الموقع كانت الرمال جدا ناعمة فعلى اللبس السلامة اللي كنا لابسينا في الموقع كنا طبعا مرات نواجه صعوبة نوصل للنقطة اللي لازم نحن نشوفها عشان نشوف طبعا أعمال أو طبيعة تير العمل في هذه المنطقة صحيح بالإضافة إلى ذلك أيضا نحن مكاتبنا متواجدة بجانب الموقع الإنشاء فبعض الأعمال طبعا كانت تطلب أجهزة تقوم بأعمال ثقيلة صحيح فبعض الأحيان حتى مكاتبنا كلنا كانت تهتز بشكل يعني ما نقدر نشتغل من كثر قوة العمل بالضبط من كثر قوة العمليات التي تقوم في الموقع لدرجة أنها في بعض الأحيان كانت تفصل عن الكهرباء لأنه طبعا مع عملية الاهتزاز تفصل الوايرات صحيح ولكن رغم ذلك نرجع الوايرات ونكمل شغل نقدر نقول مهندسة طعم النجاح لشيء آخر نحن اليوم ننوه عن هذه المحطة ونشتب إيدكم إن شاء الله على هذا التمييز الذي قدمته شعوركم نبنقل مهندسة لكل إماراتية لكل كذلك إمارات يتابعنا اليوم حتى يعني يخذ بيده ويصل إن شاء الله إلى التمييز في كل مجال على حد اليوم المجال بي متاح وكذلك يعني هذه المحطة يعني تنتظر منهم دائما التمييز والرياضة كل ما توجهي أيضا مهندسة كل ما وجهها لجميع يعني طاقات الشابة أن المجال هذا مفتوح للجميع يعني طبعا يعني ما أتوقع أنه في أي صعوبة للدخول في هذا المجال هي فقط النية المفروض يعني على الشباب المتحمس لهذا المجال بأن يعني يعقد النية ويباشر بالعمل في هذا المجال لأنه يعني الشعور الشعور الإنجاز الذي يعني نشعر به بعد يعني انتهاء المشروع شعور غير طبيعي لأنه باختصار كما ذكرت سابقا أننا نصنع التاريخ صحيح فيعني الفرصة موجودة فقط عقد النية تعال اصنع التاريخ إن شاء الله قواكم الله كذلك المهندسة حليمة نبا كلمة توجيهها لكل شاب إماراتي أن يختار هذا المجال ويختار هذا التخصص المتاح مثل ما ذكات المهندسة فقط النية يعني العمل أكثر والمثابرة أيضا للوصول النجاح إن شاء الله تخصص هندسة طاقة متجددة ومستدامة مطلوب هالأيام والمهندسين لهم دور فعال في يومنا هذا فالواحد يحط النية ويكمل المشوار ويوصل للي هو يبا أهم شيء أن يحط في باله أن إن شاء الله بيوصل النجاح والنقطة اللي يتمناها تقريبا يعني مهندسة حليمة يعني استمتع جدا بهذا اللقاء مهندسة علي ومهندسة حليمة ويعني قواكم الله إن شاء الله في هذه المحطة التي تعتبر يعني مجال متاح وفريد من نوعه وكون كذلك بنت الإمارات تتفردت في هذه المحطة نشد بأيديكم إن شاء الله حتى تصلوا إن شاء الله إلى التميز والعطاء اللي تعودنا عليه من المرأة الإماراتية من بنت الإمارات إن شاء الله وكل التوفيق لكم في القادم في هذه المحطة إذن نشكر المهندسة علياء النقبي مدير تنفيذ محطة الشريقة لتحويل نفايات إلى طاقة والمهندسة حليم السلامي مهندس مشاريع في بيئة حياكم الله معانا ونورتنا مرة أخرى في برنامج أماسي كل التوفيق لكم في القادم وإن شاء الله توصل الرسالة لكم من يتابعنا اليوم حتى يأخذ بيديكم إن شاء الله وتصلون إلى التميز بإذن الله شكرا شكرا إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنىكم التوفيق أينما كنتم ولكن لمتابعة إعادة مشاهدة هذه الحلقة وباقي حلقات برنامج أماسي يمكنكم مشاهدتها عبر تحميل تطبيق مرايا إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر